مسؤولوا نادي ببيراميدز توصلوا الاتفاق مع سنائي المغربي وليد الكارتي المغربي وليد الكارتي وايضا أسامة جلال العباي الفريق عشان يمددوا تعاقدهم مع الاتنين عقد السنائي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي نادي في يناير الجاري مسؤولوا نادي ببيراميدز نجحوا في التوصل الاتفاق مع الكارتي وجلال لتمديد العقد حتى 2025 بالمناسبة أقول لكم من بارح أن نادي الأهلي بيفكر في أسامة جلال ونادي الزمالك بيفكر في وليد الكارتي فبيراميدز عايز يخلص الحكاية بدري بدري أنظام إدارة جيدة زكاية يعني بيراميدز على مستوى التعاقدات وعلى مستوى حسم العقود المعلقة بصراحة يعني إشهادة يستحقوها يعني